اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي بنقدم لكم مادة الرياضيات تحت اشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم هنكمل النهاردة مع بعض الموضوع اللي ابتديناه بعنوان الاحصاء اللي هو الوحدة الاخيرة اللي عندنا في المنهج النهاردة هنحتاج جدول التوزيع التكراري البسيط اللي احنا كوناه في الحلقة اللي فاتت علشان نبتدي نمثله بيانياً فالنهاردة الموضوع بتاعنا هيبقى تمثيل البيانات الاحصائية الكمية بالمنحنة التكراري طيب حد يلفت نظره العنوان بتاع الدرس ويقول لي طب هو ما ينفعش نمثل البيانات الاحصائية الوصفية بمنحنة تكراري هينفع بس اللي علينا تمثيل البيانات الاحصائية الكمية هنقول برضو كده في السكة لو هي بيانات وصفية هنعمل هي معلومة زيادة لكم تعالوا نشوف كده مع بعض المثال بتاعنا بيقول ايه بيقول الجدول التكراري البسيط التالي يبين المجموعات لأعمار المرضى الذين تم تسجيلهم لدخول المستشفى خلال فترة ما زي ما انت شايف الجدول قدامك هو فيه فوق عمر المريض وممكن نستبدل عمر المريض دي بكلمة المجموعات تحتيها عدد المرضى وممكن نستبدل عدد المرضى بالتكرار يعني اغلب الاحيان المثال بتاعتنا بتبقى المجموعات والتكرار بس هنا مفسر لنا لانه هو حكي قصة في الاول الجدول ده بيعبر عنه طيب الحلقة اللي فاتت قولنا يعني ايه عشرة شرطة ويعني ايه عشرين شرطة ويعني ايه تلاتين شرطة احب افكرك ان المجموعة الاولانية احنا هنا المدى بتاعنا كان كبير بنجيب المدى ازاي بنجيب اكبر قيمة مينس اصغر او ناقص اصغر قيمة اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة بنعمل اول عملية طرح لو طلع المدى كبير يعني عدد البيانات اللي عندي كتيرة فمعنى كده مش هينفع اعرضهم بيان بيان مش هينفع اعرضهم رقم رقم فبحتاج او بلجأ الى تقسيم البيانات بتاعتي دي او المعلومات بتاعتي الى مجموعات فهو هنا اسمها مجموعات المجموعة الاولانية عشرة شرطة يعني ايه عشرة شرطة دي يعني من اول رقم عشرة لغاية الاقل من عشرين يعني عشرة واحداشر واحداشر لغاية تسعتاشر ونص وتسعتاشر وتسعة من عشرة كمان انما من اول عشرين ده يدخل المجموعة اللي بعدها وهكذا بقى العشرين شرطة يعني بداية من عشرين الى الاقل من تلاتين وهكذا والمجموع بتاعنا في الاخر ستين طيب ده الجدول التكراري البسيط عايزين ايه المطلوب رسم المنحنة التكراري لتمثيل تلك البيانات عايزين نمثل البيانات دي بمنحنة بياني المنحنة ده اسمه المنحنة التكراري طيب لرسم المنحنة التكراري لابد ان نتبع الخطوات التالية خطوات لازم تاخد بالك منها تمشي بالترتيب وبعد كده تبتدي ترسم طيب ايه هي يا طرأ اول خطوة اول خطوة بنقول نرسم المحور الافقي ثم المحور الرأسي هنجيب ورقة الرسم البياني اللي انتوا تعاملتوا معاها في السنين السابقة ونرسم محور افقي وبعدين نرسم محور رأسي فهنعمل شبح حرف ال ال بتاع ال الانجليزي حرف ال طبعا بنسيب مربع او مربعين من تحت ومن الناحية الشمال علشان بنكتب فيهم البيانات بتاعتنا سواء اسماء المجموعات او الارقام اللي هي بتاعت التكرار دي الخطوة الاولانية يبقى رقم واحد نمسك المسطرة الالم ورصاص ونرسم المحورين الافقي والرأسي ونعمل شكل حرف ال بعد ما بنرسمه بنكتب تحت على اليمين المجموعات او الكلمة الاولانية في الجدول اللي هي كانت العمر بتاع المريض وبعدين فوق في الخط الرأسي بنكتب فوق خالص التكرار او المعلومة التانية بتاعت الجدول اللي هي كانت عدد المرضى طيب الخطوة التانية بنعمل ايه تأسيم كلا منهما يقصد المحور الافقي والرأسي اللي هو محور المجموعات ومحور التكرار او الخط بتاع المجموعات وخط التكرار هنقسمهم الى اقسام متساوية مناسبة تناسب ظروف المسألة يعني لو انا عندي في الجدول بتاع التوزيع التكرار البسيط عندي فيه رقم في التكرارات تحت مثلا ستين مش المجموع لا احد المجموعات كان التكرار بتاعها ستين يبقى انا ما ينفعش اقسم المحور الرأسي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة مش هوصل لرقم ستين طيب ممكن في الحالة دي امشي ازاي ممكن ازود عشرة عشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين المهم بتختار تأسيمة معينة او تكرار معين زي اللي هو الاسئلة اللي كنا بنعملها زمان اكمل بنفس الترتيب وتغطي اكبر رقم موجود عندك في الجدول يعني اكبر رقم عندي هو ستين يبقى لازم التكرارات بتاعتي توصل للستين او تعديها النوى ما ينفعش اقف عند رقم اقل يبقى دي الخطوة التانية تأسيم المحورين بتاريقة مناسبة للمسألة كل مسألة بتختلف عن التانية رقم تلاتة تحديد مركز كل مجموعة وده هنعرفه دلوقتي ازاي بنجيب مركز المجموعات هنعرفه بطريقة هنا حسابية وهنعرفه بطريقة عملية واحنا بنرسم الخطوة اللي بعد كده حدد النقاط على الرسم الموجودة في الجدول على الخط الرأسي لمراكز المجموعات هنعمله زي الزوج المرتب اللي كنت انت بترسمه في سنة خمسة لما يجي يقولك ايه مثل النقطة دي الزوج المرتب مثلا اتنين وخمسة كنت بتيجي تققى تققى تحت في المحور اوفكة عند اتنين وبعدين بتطلع فوق لغاية خمسة تحط نقطة فهدي هتبقى شبهها نحط البيانات بتاعتنا في صورة ازواج مرتبة ونبتدي نحط النقط على ورقة الرسم البياني بعد كده خطوة مهمة توصيل النقاط باليد وليس بالمسترة هنوصل النقط دي بادينا بالألم والرصاص وادينا من غير ما نستعمل المسترة واحنا بنوصل النقط لو وصلت النقط بالمسترة يبقى انت كده بتعمل حاجة اسمها المدرج او المضلع وده اخدته في سنة خمسة احنا عندنا السنة دي المنحنة فالمنحنة لازم ارسم بادينا طيب بعد كده يبقى وصلنا للشكل اللي هو اسمه المنحنة التكراري دي كده الخطوات اللي احنا هنتبعها علشان نوصل في النهاية لرسمة المنحنة التكراري طيب ازاي نجيب مراكز المجموعات كيفية حساب مراكز المجموعات طريقة سهلة وبسيطة بص معايا كده علشان نجيب مركز المجموعة عشرة اللي هي اول مجموعة عندي هاعمل ايه هاجمع عشرة زائد عشرين جبت العشرين دي منين المجموعة اللي بعدها عشرة بعدها عشرين فبجمع عشرة زائد عشرين والمجموع ده اقسمه على اتنين فتطلع الاجابة خمستاشر طيب بالمثل مركز المجموعة عشرين هيبقى ايه هنجمع العشرين مع العدد بتاع المجموعة اللي يليها برضو نقسم على اتنين يطلع خمسة وعشرين طب المجموعة اللي بعدها تلاتين يبقى هاجمع تلاتين مع اربعين بيكان بسبعين على الاتنين فيها الخمسة وتلاتين وهكذا في واحد بقى ناصح شوية يقول لي ايه هي المجموعات كانت عشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين وهكذا يبقى الراجل ده بيزود ايه بيزود عشرة فانا ممكن اجيب اول مركز مجموعة او اول وتاني فهلاحظ برضو انه بيزود عشرة يبقى انا ممكن اجيب بيئة المراكز من غير مرجع للعملية الحسابية يعني زي ما المجموعات بتزيد عشرة اصطاد اول مركز مجموعة وزود عليها برضو عشرة فهتبقى خمستاشر خمسة وعشرين خمسة وثلاثين خمسة واربعين خمسة وخمسين وهكذا خد بالك ان اخر مجموعة عندي كانت ستين بس ما فيش عدد يليها بس بالمنطق هي الستين يبقى بعدها ايه لو انا ماشي بنفس النظام او التسلسل سبعين فعشان كده عملت ستين زائد سبعين على اتنين يطلع الاجابة خمسة وستين الطريقة بتاعت نزود عشرة بس خد بالك وركز شوف المجموعات في الجدول الاساسي بتاع المسألة بيزيد كام مثلا لو بيزيد خمسة وانت جبت اول مجموعة وطلعت خمستاشر يبقى اللي بعدها يبقى عشرين خمسة وعشرين لغاية ما تجيب كل المراكز بتاعتنا طيب جبنا مراكز المجموعات بتاعتنا سواء بالطريقة الحسابية او جبنا اول واحدة وزودنا الاعداد بتاعتنا بنفس التسلسل ممكن نستنتج جدول زي الموجود قدامنا دا دلوقتي عبارة عن اربع اعمدة العمودين الاولانيين هي المسألة بتاعتي بس انا خدت الجدول والافق وقليته رأسي طيب مركز المجموعات اللي احنا لسه حاسبينه دلوقتي العشرة كانت خمستاشر والعشرين بقت خمسة وعشرين وهكذا لغاية خمسة وستين فين النقط اللي انا هروح ارسمها على ورقة الرسم البياني اي النقط اللي موجودة في اخر عمود بنعمل ايه بناخد مركز المجموعة مع التكرار يعني خمستاشر وستة زوج مرتب طيب اللي بعدها خمسة وعشرين وتمانية طيب اللي بعدها خمسة وتلاتين وتناشر وهكذا لغاية اخر زوج مرتب اللي هو خمسة وستين وتسعة النقط دي هي اللي انا هروح ارسمها في ورقة الرسم البياني الخمستاشر وستة بنعمل ايه بنقف على المحور الافقي عند خمستاشر ونطلع لغاية رقم ستة ونحط نقطة وهكذا لغاية ما نكمل النقط بتاعتنا ما تنسوش بنوصل النقط دي باليد بادينا من غير ما نستعمل المسطرة في توصيل النقط هتقول لي الشكل هتطلع مش حلو بالتمرين مرة في مرة هتلاقي يعني الرسمة بتاعتك بتتحسن وبقت شكل الكيرف او شكل الجرس كده المنحنة بتاعنا طيب انا دلوقتي هعرض لك شكل لمنحنة تكراري بس خد بالك مش ده الحل بتاع المسألة بتاعتنا انا عايز بس ابين لك او اوضح لك اللي احنا هنعمله دلوقتي هيبقى واخد شكل ايه في النهاية وخد بالك من الملاحظات اللي هنلاحظها على الرسمة اللي جاية دي ركز كده معايا احنا عندنا المحور الافقي اللي هو تحت متقسم صفر خمستاشر تلاتين خمسة واربعين ستين خمسة وسبعين تسعين وهكذا ده بنجيبه منين ده بنجيبه من الجدول يعني انا في المسألة بتاعتي اللي هنقوم نرسمها دلوقتي الجدول بتاعي متقسم عشرة عشرين يبقى انا هحتفظ بالصفر بعد كده حط عشرة عشرين تلاتين لغاية سبعين ده الافقي طب الرأسي هو كاتب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ماشي الاعداد بتسلسل طبيعي جدا ليه اهم حاجة انه يغطي اكبر رقم في الجدول عنده يعني انا عندي في الجدول بتاعي اللي احنا هنرسمه اكبر رقم في التكرارات هو خمستاشر لو الورقة بتاعت كبيرة وهتكفين الغاية خمستاشر امشي واحد اتنين طب لو الورقة صغيرة شوية ممكن امشي اعداد زوجية يعني صفر اتنين اربعة ستة تمانية عشرة وهكذا المهم ان انا اعدي العدد الكبير عندي في الجدول بتاعي التوزيع التكرار اهم نقطة بق خد بالك كده المفروض في الرسمة اللي قدامك دي كان الجدول بتاعها مثلا خمستاشر مع اتنين خمستاشر مع اتنين هل هو طلع على الخط الرأسي بتاعه خمستاشر لا ده هو جي ما بين الصفر والخمستاشر في النص بالزبط ورح طالع لغاية اتنين طيب مثلا كانت التلاتين معها تسعة ما جاش على الخط الرأسي بتاع التلاتين وحط نقطة لا ده ما بين الخمستاشر والتلاتين ما بين العمودين دول طلع في النص لغاية رقم تسعة وحطت نقطة ايزا ملحوظة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها بنضع النقط في المنتصف وهو ده مركز المجموعات اللي احنا جبناه بعد ما حطنا النقط اللي انت شايفها النقط السودة دي وصلناهم بالألم بأيدينا وصلناهم بأيدينا طلع كيرف او طلع منحنة زي ما هو واضح او زي ما يطلع في الشكل غالبا بنسبة كبيرة بيطلع الشكل عامل زي الجرز المقلوب ده طيب لا ازاي تعالوا نشوف دلوقتي مع بعض ازاي هنرسم المنحنة بتاعنا بطريقة عملية دلوقتي ادي ورقة الرسم البياني بتاعتي انا هبتدي امسك المسطرة بتاعتي قلنا اول خطوة هنرسم المحور الافقي والمحور الرأسي فادي المسطرة هنوقفها كده على خط من الخطوط ونبتدي كده رسمت المحور الافقي طيب هنقضي للمسطرة بتاعتنا كده ونبتدي نرسم مع بعض المحور الرأسي على الخطوط التقيلة بتاعة الكراسة طيب بعد ما رسمنا المحورين هنبتدي نخط كلمة تحت هنبتدي نعمل ساهم هنا وساهم هنا هنبتدي نكتب هنا المجموعات او الجدول بتاعنا كان اسمه عدد المرضى يبقى هنا الاول كان عمر المريض هنكتب هنا عمر المريض وفوق هنكتب عدد المرضى ممكن نستبدل الكلمتين دول في كل المسائل بالمجموعات وإيه والتكرار طيب نبص على الجدول بتاعنا لو فاكرينه كانت أول مجموعة عندي عشرة هنكتب هنا عشرة بعديها عشرين بعديها تلاتين بعد كده أربعين بعد كده خمسين الجدول بتاعي كان وقف فين؟ كان وقف لغاية ستين هنقف هنا ستين ونزود واحدة إحنا بالترتيب بتاعنا هو بيزود عشرة فزودنا واحدة بقت سبعين طيب التكرارات بتاعتي تحت كان أكبر تكرار لو فاكرين كان خمستاشر يبقى أنا ممكن هنا ألجأ لإيه؟ للأعداد الزوجية صفر اتنين أربعة ستة تمانية عشرة اتناشر أربعتاشر ستاشر تمنتاشر عشرين وهكذا نيجي بقى نيجي للنقطة المهمة إزاي نحط النقطة؟ لو فاكرين احنا قلنا في الورقة اللي عرضناها أو في السورة اللي عرضناها احنا بنحط النقطة في المنتصف عند مركز المجموعات العشرة في الجدول كانت معاها ستة طيب يبقى أنا هاجي هنا هعمل إيه؟ ما بين العشرة والعشرين في النص شايفين الخط اللي في النص ده؟ هنفضل نطلع عليه الغاية ستة ونحط نقطة هنا كده هنحط نقطة عند رقم ستة طيب بعد كده العشرين معاها تمانية يبقى ما بين العشرين والتلاتين نطلع في الخط اللي في المنتصف ما بينه اللي هو مركز المجموعات هنطلع لغاية رقم تمانية يبقى الخط ده كده رأسي لغاية رقم تمانية ونحط نقطة طيب بعد كده الثلاثين معاها اتناشر يبقى ما بين الثلاثين والاربعين نطلع لغاية رقم اتناشر ونحط نقطة طيب هنبتدل نحط النقطة بتاعتنا كده زي ما اتفقنا عندنا بعد كده خمستاشر ما بين الاربعين والخمسين نطلع لغاية خمستاشر واحد يقول لي هنا مفيش خمستاشر اما ما بين الاربعتاشر والستاشر في النص في خمستاشر يبقى هنا هو كده هتتحط في الوسط هنا كده بعد كده الخمسين مقى عشرة ما بين الخمسين والستين هنطلع لغاية عشرة يبقى في المنتصف كده عند مركز المجموعة ونطلع لغاية رقم عشرة اخر حاجة الستين معاها تسعة ما بين الستين والسبعين هنطلع لغاية تسعة نفس الكلام اللي قلناه في خمستاشر ما فيش هنا تسعة يبقى ما بين التمانية والعشرة هنقف في المنتصف كده دي كده رقم تسعة طيب بعد ما حطنا النقط هنعمل ايه هنبتدي نمسك القلم بتاعنا ونبتدي نرسم نعدي على النقط دي بالايدين اهو نوصل النقط دي كده بايدينة فيطلع الكيرف اللي قدامنا او المنحنة اللي قدامنا ده ده اسمه المنحنة التكراري كده مسلنا البيانات بتاعتنا بطريقة المنحنة التكراري طيب تعالا نشوف مثال تاني مع بعض المثال بتاعنا بيقول قامت علا وحنان معا بتسجيل درجات الحرارة المتوقعة لثلاثين مدينة في احد ايام فصل الصيف اثناء مشاهدة نشرة الاخبار ثم كونات الجدول التكراري التالي الجدول اللي قدامي ده هو مدين الجدول كده صريح اهو درجة الحرارة وعدد المدن انا ممكن قلت من شوية ممكن نستبدأ جيب المجموعات ودي التكرار الجدول قدامي هو المطلوب ايه؟ المطلوب بتاعنا نرسم المنحنة التكراري ونجاوب على الاسئلة التالية طيب تعالا نبص كده مع بعض الجدول بتاعي هو تعالا نجاوب على الاسئلة سريع سريع لانه مش مرتبطة بالرسم قوي بيقول لي ما عدد المدن التي تصل درجة حرارتها الى اربعين درجة فاكسر طيب هبص للجدول هو قال لي اربعين درجة فاكسر يعني معايا الاربعين ومعايا اللي اكتر منها يبقى ايزا انا يلزمني الخمسة والاتنين يبقى عدد المدن هيبقى خمسة زائد اتنين بيساوي سبع مدن طيب ما عدد المدن التي تصل درجة حرارتها الى اقل من تمانية وعشرين ايه؟ عدد المدن اللي درجة الحرارة بتاعتها اقل من تمانية وعشرين خد بالك 28 لا يبقى انا هاجي في الجدوى البتاعي عند 28 ارفضها هاخد كل اللي قبلها فكل اللي قبلها ايه هو تكرار واحد بس اللي هو 3 مدن طب كده جاوبنا على الاسئلة تعالى نروح نرسم المنحنة التكراري بتاعنا ورقة رسم بياني جديدة اهيت هنبتدي نطلع المسطرة بتاعتنا هنرسم قولنا في الاول الخط الافقي والخط الرأسي ده كده الخط الافقي بتاعنا هنبتدي نعدل المسطرة ونرسم الخط الرأسي بتاعنا قولنا بنسيب هامش او عدد من المربعات تحت وعلى الشمال علشان نقدر نكتب البيانات بتاعتنا طيب بعد كده بنعمل ساهم هنا ونكتب المجموعات ونيجي فوق ونكتب التكرار نبتدي ناخد المجموعات بتاعتنا ونحطها تحت فاول مجموعة عندنا هي 24 بعد كده 28 بعد كده 32 36 ناخد بالنا ان اخر حاجة 44 وهنزود لها واحدة بنزود هنا 4 يبقى 48 طيب نبص على التكرارات مع بعض تحت اعلى تكرار هنا هو التسعة يبقى انا ممكن امشي الارقام العادية بتاعتي اللي هو صفر واحد اتنين تلاتة بعد كده اربعة خمسة ستة سبعة تمانية ونغطي العدد بتاعنا باي رقم لغاية ما الخط بتاعي يخلص طيب فاكرين قولنا هنحط النقط بتاعتنا ازاي في المنتصف يعني مثلا ان الاربعة وعشرين معاها تلاتة مش هاجئ عند خط الاربعة وعشرين وحط نقطة عند التلاتة لا ما بين الاربعة وعشرين والمجموعة التي تليها اللي هو مركز المجموعة والحط نقطة عند تلاتة طيب التمانية وعشرين كان معاها اربعة ما بين تمانية وعشرين واتنين وثلاثين نطلع عند اربعة طيب اتنين وثلاثين كان معاها سبعة يبقى ما بين اتنين وثلاثين وستة وثلاثين نطلع لغاية سبعة بعد كده ال 36 9 ما بين 36 و 40 هنطلع في المنتصف كده لغاية 9 بعد كده ال 40 معاها 5 ما بين 44 و 40 هنطلع على غاية 5 اخر حاجة ال 44 معاها 2 يبقى ما بين ال 44 وال 48 هنحط عند رقم 2 طيب كده انا حطيت النقط بتاعتي بعد ما بنحط النقط بنعمل ايه بنوصل الكلام دوت بادينا زي ما اتفقنا اهو كده مع بعض نطلع كده الغاية فوق ونعمله كده يعني شكل منحني عامل زي الجرز ده كده المنحنة التكراري بتاعي طيب شفنا المثال وشفنا مع بعض الاسئلة بتاعته تعالا نكمل الحلقة بتاعتنا ونشوف هنعرض ايه تاني بص كده معايا على المثال التالي بيقول الجدول التالي يوضح الجدول التالي يوضح الدخل اليومي لأربعين شخص بالجنيه بص كده على الجدول كويس لازم اعرف اقرى البيانات بتاعت الجدول لو بص في الجدول واعرف هو بيتكلم عن ايه بيقول المجموعات عشر عشرين سين حاجة جديدة هي اربعين خمسين المجموع تحت التكرار خمسة تمانية احداشر تسعة صاد اربعين طيب يا طاري عايز ايه هنا بيقول لي اوجد قيمة سين وصاد وبعد كده اوجد المجموعة ذات اكبر تكرار بعد كده اوجد عدد الاشخاص اللذين يحصلون على تلاتين جنيه فاكثر اوجد عدد الاشخاص اللذين يحصلون على اقل من تلاتين جنيه ده خد بالك كده هو ما طلبش رسم يعني ممكن المسألة بتاعتي في الدرس بتاعنا النهاردة ما يطلبش رسم بس يطلبني ازاي اقرى بيانات من على الجدول طب تعالوا نبص يا طرأ ايه الحل السين هتسوي تلاتين ليه لان احنا اتفقنا ان التكرارات ماشية بنزود عشرة يبقى عشرة عشرين يبقى السين دي ما كانها هيبقى تلاتين برافو عليكم طب الصاد هنجيبها ازاي احنا عندنا مجموعة التكرارات في النهاية اربعين يبقى الصاد دي لما اجمعها مع الخمسة والتمانية والحداشرة والتسعة لازم المجموعة يطلع اربعين طب هنجيب الصاد ازاي يبقى الصاد هتسوي اربعين ناقص ونفتح قسين ونجمع الخمسة والتمانية والحداشرة والتسعة تطلع الاجابة النهائية سبعة طيب السؤال اللي بعده كان بيقول عدد الاشخاص الذين يحصلون على تلاتين جنيه فاكثر نبص تاني على الجدول فين التلاتين التلاتين دي اللي هيكت مكان السين يبقى انا هاخد التكرار بتاع التلاتين واللي اكبر منه بيقول تلاتين فاكثر يبقى هاخد الحداشر واخد اللي بعدها التسعة واللي بعدها الصاد اللي احنا جبناها سبعة واجمعهم مع بعض يطلعوا سبعة وعشرين شخص طب المطلوب الاخير كان بيقول عدد الاشخاص الذين يحصلون على اقل من تلاتين جنيه طبعا اقل من تلاتين يعني التلاتين لا انا هاخد الاقل من التلاتين ايه الاقل من التلاتين التلاتين دي يخد بالك كانت مكان السين يبقى انا هجمع اللي قابلها كله يعني هجمع الخامسة والتمانية يطلعوا 13 يبقى دلوقتي احنا عرفنا في المثال ده انه مش دايما هيطلب مننا رسم مش دايما هيطلب مننا رسم ممكن يديني جدول وبيسألني في ايه ازاي استفيد من الجدول هي دي فايدة الاحصى ياولاد هي دي فايدة الاحصى ان انا اقدر اطلع بيانات بعد ما جمعتها اقدر اطلع معلومات اقدر اطلع معلومات زي اللي انتوا شايفينها كده كام شخص بيقبضوا او بيحصلوا على اقل من 30 اكتر من 30 طيب مش عارف 30 فاكسر وهكذا فمش دايما هتبقى رسم ممكن يسألني في سؤال الرسم ممكن يسألني تاني مسألة بسيطة زي كده بس مش تبقى طلبات كتير طلب واحد كفاية طيب كنا قلنا ان احنا بنمثل البيانات الكمية بالملحنة التكراري ازاي نمثل البيانات الوصفية دي المعلومة الزيادة هتبقى بدل المجموعات كلمات يعني هيقول لي مثلا ابيض احمر اغدر اسود ازرق هكتب تحت في الخط الافقي بدل 10 20 هكتب ابيض احمر اغدر وهكذا وبنفس الطريقة نحط التكرارات في المنتصف مش هيبقى فيه مركز مجموعات عشان محدش يقول لي هنجيب مركز المجموعة ازاي بنجمعش بقى العديدين دي ابيض وحمر هنجمعهم ازاي فهنحط النقط ونوصلها مع بعض ويطلع منحنة بس اللي علينا هو البيانات الكمية في نهاية حلقتنا اتمنى ان كل الطلبة تكون استفادت وعرفت ازاي نمسة للبيانات الكمية بالمنحنة التكراري نقدر نستفيد ونطلع معلومات من الرسمة بتاعتنا او من الجدول ويعني يبقى استفادنا فعلا من دراستنا للإحصاء بطريقة عملية في الحياة بتاعتنا شكرا لكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة